موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح له كل المجد المسيحية احتملت كل أنواع الصعاب كل أنواع الاضطهادات كل أنواع الضيقات نيران الاضطهاد من مهد المسيحية من بدايتها حتى يومنا هذا هجوم شرس حرب ضارية وضروس على المسيحية على هوية يسوع المسيح وطبعا على الكتاب المقدس ولكن الهجوم الأشرس والأخطر والأصعب عندما يعني العديد من المسيحيين اللي بيبتدوا يشككوا بالإيمان يشككوا بصحة الكتاب يشككوا بقصص وأحداث كتابية والسؤال المهم هل لاحظت أنه كل الناس عم بتركز هجومها على الكتاب المقدس وترك كل الكتب التانية؟ شو بيوحيلك هذا الموضوع؟ بيوحيلك أنه هذا الكتاب من الله هذا الكتاب صحيح هذا الوحي المقدس هذا اللي بيعطينا طبعا الكتاب المقدس مش كتاب تاريخي ولكن كل ما كتب تاريخيا في الكتاب وكل ما اكتشف هو صحيح واحدة من الهجومات الشرسة جدا هو بصراحة على سفر التكوين والغرض من هذا الموضوع إذا استطاعوا أن يهدموا سفر التكوين ولسيما الإصحاحات الأولى بهذا طبعا تهدم المسيحية وكل ما يرتبط بسفر التكوين فهي مثل المسبحة أو بمصر مثل السبحة إذا شلت حجر من السبحة فكل السبحة رح تفرط وهكذا أحبائي المسيحية مبنية على أساسات راسخة لا تتزعزع حاولت الأعداء على مر العصور والأزمان أن تزعزع هذا الإيمان بنظريات متعددة نظريات مختلفة لهدم المسيحية ولكن كل هذه النظريات انتهت واندثرت وكلمة الله تثبت إلى الأبد فحتى لا أطيل حديث أحبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل لأقدم ضيف الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا في هذه الحلقة رح نتكلم عن موضوع كتير مهم وبهمك أنت شخصيا وإذا عندك أولاد أو بنات في البيت اللي عايزين يدرسوا في الجامعة أو المدارس إلى آخره بشجعك أنك تشجعهم حتى يشاهدوا هذه الحلقة موضوع الحلقة هي أسئلة من سفر التكوين وأنا بحضر للموضوع طبعا انتبهت واكتشفت أن هذا الموضوع يحتاج إلى حلقات ولكن منحاول على الأقل نركز على المقدمة في سفر التكوين طبعا ضيف الحلقة ما هواش ضيف هو صديق وأخ وعزيز جدا على قلوبنا وكان عدة مرات على برامج ليكن نور طبعا ضيف الحلقة هو دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجرحين في إنجلترا أهلا وسهلا فيك دكتور ناجي أهلا يا أسيس نزار أنا سعيد جدا أن أكون معاك في هذا البرنامج الهام يعني ربني باركك عن جد أقولها بأمانة ربني باركك لأنه يمكن اللي شافوا الحلقات اللي بالماضي شافوا أنك أنت عم بتضحي يعني أنت عندك عمل يعني مثل ما بقوله زميل الكلية الملكية للجرحين معك كل هذا أنت كرست وقتك لموضوع واحد اللي هو موضوع سفر التكوين بسبب الأسئلة الكثيرة اللي عم بتدور في أذهان المشاهدين أو يعني الشباب في هذه الأيام بشكل عام واحدة من الصعوبات اللي إحنا منواجهها إنه كثير من أولادنا وبناتنا بيسألوا أسئلة ومش عم نرد على هذه التساؤلات وهذا طبعاً بيضيف مشكلة أخرى للشباب الشباب بشكل عام عم بيضور على أجوبة لكل الأسئلة فطبعاً سفر التكوين أو سفر البدايات بيبتدئ سفر التكوين في البداي خلق الله السماوات والأرض يعني بدون أي محاولة لإثبات وجود الله إثبات وجود الخليقة أو الخلق إلى آخره بيتكلم كحتمية كحقيقة وطبعاً أنا بالنسبة لإلي يعني بفضل إنه أتبع هذا الموضوع من أحاول أخوض آلاف النظريات اللي بتوصلني في متاهات وفي ظلمة كتيرة فلما بتسمع في البدء خلق الله السماوات والأرض إيه أنت كشخص علماني اللي بدور في ذهنك تمام ده الحقيقة بداية رائعة جداً لأنه البدء يمثل الزمن الله هو مصدر القوة والطاقة السماوات والأرض المادة والفضاء ده أحسن من اللي بيقدمه لنا فكر الإلحاد في البدء لم يكن هناك شيء وهذا اللي شيء انفجر وعمل كل شيء فده ملوش منطق وملوش علم أنت بتكلم عن نظرية الانفجار العظيم واللي بتاتلو منها نظرية كمان النشو والارتقاء في الحياة البيولوجية يعني الحياة اللي بنعيشها الأحيائية فسفر التكوين زي ما حضرتك أشرت هو سفر البدايات هو الأساس فلو تهدي الأساس كل المبنى هيقع طبعاً ففي الأساسات دي بداية الخلق بداية خلق الإنسان بداية سقوط الإنسان بداية خطة الله لخلاص الإنسان بداية تكوين اللغات والشعوب بداية الوعد بمجيء المخلص فهو سفر في منتهى الأهمية لأنه ده اللي بتتبني عليه كل الحقائق المسيحية اللي بتاتلو ذلك علشان كده مهم ندرسه ومهم نفحصه وعلى فكرة كل الأسئلة متاحة يا أسيس نظار وإحنا بنرحب بأسئلة السادة المشاهدين ونعد أن إحنا هنرد عليها لأنه إن ما كناش نرد على الأسئلة دي دلوقتي بتفضل موجودة في ذهن الشباب ويحس أنه ملهاش إجابة وتكون النتيجة أنه يحيد عن الإيمان المسيحي بالكامل لكن السؤال ليه هذا الهجوم الشرس والحرب الضارية والضروس ضد بالتحديد ضد سفر التكوين ليه؟ تمام عايز أوريك على الشاشة دلوقتي التكوين تسفر التكوين وارتباطه بأجزاء الكتاب المقدس وهنشوف ليه الشيطان شاطر جدا أنه يهاجم هذا الجزء من الكتاب المقدس فزي ما احنا شايفين على الشاشة قدامنا دلوقتي بنبدأ بالخلق والله خلق من العدم والخلق عملية معجزية ما هياش عملية حصلت بالتتابع نتيجة تفاعلات كيموية هيدروجين وأكسوجين ونيتروجين وكربون خبطوا في بعض بالصدفة عملوا حاجة اسمها الأمين وأسدز الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية عملت البروتين البروتين عمل الخلية الخلية انقسمت وعملتني وعملتك واضح قال الله وقال الله ليك النور بالزبط كده لأن الله هو مصدر القوة والحياة والحياة تنشأ من حياة يعني المادة مش ممكن تطلع حياة لازم يكون مصدر حياة زمان كانوا فاكرين لو جبت حتة لحمة مثلا وسبتها تتعفن هتطلع منها ديدان قال لك هي حاجة ميتة وبتطلع حاجة حية جال ويس باستير درس الموضوع ده لقى فيه بويضات موجودة للزباب وهي اللي فأست في المكان بتاع اللحمة المتعفنة دي وطلعت منها ديدان فطلع حاجة اسمها بايوجينيسيز يعني إيه بايوجينيسيز يعني الحياة تنشأ من الحياة وده كل الناس متفق عليه لكن ييجوا عند الخلق ويقولك لا الحياة نشأت من عدم الحياة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس بالزبط لأن الحياة لازم تنشأ من حياة ما تنشأش من المادة والخلق طبعا ليه تفصيلات كتيرة زي ما حضرتك قلت احنا ناخد فكرة عامة مش هنقدر ندخل في التفصيلات الآن لكن عايزة أقول أن الترنيمة اللي بتترنم في السماء بتترنم لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت فترنيمة الملايكة في السماء بتقول الله الخالق وإحنا هنا على الأرض البشر المحدودين بنقول له لا أنت ما خلقش إحنا جينا من تفاعلات كيموية شوف قد إيه بعدنا عن كلمة الله بعد الخلق فيه حدث مهم جدا في أصحاح ثلاثة من سفر التكوين وهو الفساد دخول الخطيئة إلى العالم السقوط السقوط لأن الرب أعطى حرية الإرادة للإرادة محواء اللي هم رأس الخليقة البشرية وده شيء مهم في حد ذاته وهم أساءوا هذا الاختيار وصدقوا كذبة الشيطان ورفضوا الحق الإلهي وده الحياة اللي احنا بنعمله دلوقتي كمان في القرن الواحد وعشرين فالفساد والسقوط دي قضية هامة جدا كانت ليها نتائج والنتائج دي أثرت على الطبيعة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي لأنه دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت فخليقة الله الأساسية ما كانش فيها موت لكن الخليقة الحالية فيها موت وفساد بلاحظ من يعني الموجود على الشاشة أنه بتتكلم عن أزمنة بداية من الخلق بالضبط كده لأنه ده البدء يعني ده البدء الزمن فاحنا ماشيين ففيه هجوم على الخلق وفيه هجوم على السقوط بالضبط سقوط الإنسان وعلى فكرة الخطيئة نفسها يا أسيس نزار في بعض الناس يقول لك دي حاجة نسبية الناس شايفين في المجتمع ده ان التصرف ده سليم يبقى سليم لكن مفيش مطلق الحق المطلق بالضبط لكن الله هو وضع القوانين لأنه هو الخلق فمن حق يضع القوانين فحاطة القوانين فلحنا لما نكسرها بنسمها التعدي علشان كده عقوبة الخطيئة هي الموت انفصال عن الحياة اللي هو مصدر الحياة اللي هو الله علشان كده الله جلنا في المسيح علشان يحل هذه المشكلة لأنه أنا مهما حاولت أعمل أعمال صالحة عشان أصل لله مش ممكن أصل إليه فالحل هو أنه يصل إليه لو بيحبني نعف بعد الفساد بنشوف كارثة عالمية عظيمة جدا جدا حدست في التاريخ وهي توفان نوح اللي كان توفان عالمي أغرق العالم كله معدى ثمانية أشخاص نجوا بواسطة الفلك اللي هو نوح وزوجته أولاده الثلاثة وزوجاته بالضبط كده وده اللي منهم تشعبت كل الشعوب عشان كده في الجنس نقول الساميين ونقول ناس لحام وناس ليافس ودي دراسة جميلة وازاي توزعه واللغات والأمور دي كلها بعد كده في التشويش أو برج بابل بعد التوفان الناس خرجت لكن ابتدت تعصى الله مرة تانية لأنه لسه الطبيعة ساقطة جواهم فحبوا يعملوا يتمردوا على الله مرة تانية بأنهم يبنوا مدينة وبرج رأس السماء يعني يتجه للسماء مش هيوصلوا الأرض بالسماء لكن رأس السماء ويعبدوا الآلهة الوثنية عليه فالرب قال في الميثاق بعد التوفان أنه مش هيهلك الأرض بالتوفان مرة تانية فوسيلة عقوبة الله لهم هي تشتيت الألسنة ومع تشتيت الألسنة ابتدوا يتوزعوا ويتوزعوا في مناطق مختلفة وكل المجموعات البشرية التي توزعت ابتدت تتزاوج مع بعضها فابتدت الأشكال تكون متميزة لكل منطقة فمثلا الناس في شرق آسيا بتلاقي شكل العين مختلف لكن هي نفس العين بتاعتك القرانية والحضاقية والشبكية كل الأجزاء هي هي كل شيء هي بس الفكرة أنه فيه دهون في الجفن السفلي والعلوي أكثر من اللي احنا بناخده في الشرق الأوسط وهكذا طبعا دي دراسة جميلة برضو بس أنا مش هنقدر ندخل فيها بالتفصيل بعد كده بنشوف مجيء الرب يسوع إلى العالم كالمخلص اللي توعد به في سفر التكوين أصحح ثلاثة عدد خمستاشر أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية المسيح ذهب إلى الصليب عشان يدفع ثمن الخطيئة لأن أجرة الخطيئة موت مش أجرة الخطيئة أعمال صالحة عشان تعوضني على الأخطاء اللي بعملها أجرة الخطيئة موت يعني انفصال عن الله مصدر الحياة وبعد كده الاكتمال المجيء التاني فشوف قد إيه كل دولا متكملين مع بعض عايزة أقول تعليق على الصورة دي اللي احنا شايفينها لو مسكنا نمرت واحد الخلق كان خلق كامل مفهوش خطيئة مفهوش موت مفهوش ألم مفهوش أمراض يعني أنا دائما أقول أنا كطبيب مليش شغلانة في جنة عدن لأنه ما فيش مستشفى مش محتاجين مستشفى محدش بيعيه ومحدش بيموت لما نوصل لنمرت السبع الاكتمال هتكون في سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر والموت لا يكون فيما بعد نمسك نمرت اتنين الفساد إني آدم وحواء أكله من الشجرة وعاص الله نشوف في نمرت ستة الصليب الرب يسوع علق على شجرة عشان ياخد لعنة الخطيئة ويدفع تمن الخطيئة وبموته وبقيامته تكون لنا حياة مرة تانية نشوف في نمرت تلاتة الكارثة العالمية ليتوفان نوح لكن الرب برغم أنه بيصدر حكمه على العالم وده حكم عادل على فكرة إلا أنه فيه وسيلة للنجاة وهي الفلك وكانه الناس من حقهم يدخل الفلك والفلك كان يمكن يسعى ناس تاني محدش هيقدر يقف قدام الله يا أسيس نظار ويقول له كان نفسي أدخل الفلك وأنجو وما لقيتش مكان لكن فيه مكان وطبعا دي دراسة كبيرة تانية لحلها لما نوصل لنمرت خمسة المسيح هو فلك النجاة بتاعنا فهو أخذ عقوبة الله زي الطفان اللي جاء على الأرض على الصليب الرب يسوع أخذ لعنة البشر اللي صار لعنة لأجلنا تخيل القدوس البار صار لعنة لأجلنا دي حاجة يعني مش ممكن تتوصف فالرب يسوع هو فلك النجاة وقال أنا هو الباب على فكرة الفلك الضخم ده كان ليه باب واحد فالرب يسوع هو الباب اللي بيدينا الأمان فبرغم أني الطفان نازل إلا أني اللي نازل والحيوانات والطيور اللي جوه الفلك في أمان وفي السامة مش هيكون فيه تشويش يعني كما في سفر التكوين منشوف سفر البدايات لكن في سفر رؤية منشوف سفر النهاية بالزبط سفر النهايات والشيء الجميل أنه الكتاب المقدس يعني يسير بتناصق بتناغم بانسجام يعني حتى بيستخدم الحقب التاريخية سواء من ناحية تاريخية أو جغرافية أو خلفية حضرية يعني في أيام مثلا في أيام أيوب يستخدم نوع العملة نوع الكلام نوع الحياة طريقة الثقافة اللي كانت في تلك الأيام فبيمشي بالتسلسل وكل الغرض الوصول إلى يسوع المسيح وده تكتب عبر 1500 سنة بأربعين كاتب موجودين في بيئات مختلفة لكن بيتناسجوا مع بعض عشان يكتبون للكتاب المقدس بوحي من الله بالضبط لأنه موح به من الله تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس عشان كده هو كتاب عظيم ولازم نحترمه وعلى فكرة فيه ناس بتحاول تؤديت الكتاب المقدس يعني تقرأ وتقول لك على الحتة دي مش عجباني أشيلها أو بغير الأسماء أو بغير يعني بالضبط لكن الكتاب المقدس هو اللي بيقرأنا نعم وإحنا لازم حياتنا تتغير لما نقرأ الكتاب المقدس مش إحنا السادة اللي بنغير فيه ما نقدرش نغير فيه على فكرة يعني بحاولوا طبعا إحنا عارفين اللغة العربية الكتاب المقدس لم يكتب باللغة العربية وشان هيك مرات كتير بتشوف فيه أكتر من ترجمة في اللغة العربية حسب التاريخ حسب فهم الإنسان حتى اليوم بحاولوا يعني يعملوا الكتاب المقدس بمصر وبفلسطين باللغة الدارجة عشان الناس تفهمها أكتر أوافق أو غير موافق مش هذا المهم ولكن الكتاب المقدس كتب بلغات أصلية مثل اللغة العبرية الأرمية اليونانية إلى آخري فالترجمات دي بتحاول تقرب لنا المعنى بالزبط كده بالزبط كده والمعنى لازم يكون دقيق عشان يللنا الحق الإلهي مية في المية وبعدين الله يقدر لما يتكلم يتكلم بكل دقة يعني مش هيتكلم كلام عام فكلامه واضح ورسالته واضحة في أن فيه مخلص هيأتي إلى العالم أكيد وده اللي حصل وطالما احنا بنتكلم عن المخلص فلازم نرجع مرة تاني بالتاريخ نرجع لآدم آدم اليوم ما عرفش السبب أنه شخصية تهاجم بكل الأشكال وأنا كنت في يعني في كده مكان في الدول العربية واستغربت أنه الهجوم الكاسح على شخصية آدم هل هو شخصية حقيقية أم اعتبارية أو شخصية وهمية وإيه الفكرة من وراء موضوع آدم وليه أهميته بالنسبة لنا ده مهم جدا يا سيس نيزار لأنه في آدم الأول وآدم الأخير فإحنا سقطنا كمجموعة بشرية في آدم الأول بالسقوط فمحتاجين آدم الأخير اللي هو الرب يسوع عشان يحيينا مرة تانية فلو هديت آدم الأول بتكون النتيجة أنه آدم الأخير ما بيكون لهش عمل أنا عايز أقولك الهد مسبسش في آدم العالم عايز يلغي الأربع حاجات الأولانية الخلق والفساد دخول الخطيئة للعالم والكارثة والطفان وبرج بابل لو نهيت دولة الثلاث حاجات اللي بعديهم مجيء المسيح والخلاص والاكتمال ما يبقى لش معنا فده اللي العالم عايز يوصله لنا لكن إحنا عندنا سبع حلقات اللي بتحكي تاريخ البشرية تعالي أكلمك عن آدم وعايز أحط الصورة دي قدامنا لأنها مهمة هي معقدة بس أنا هبسطها جدا جدا بتبتدي في الأول خالص بآدم زي ما احنا شايفين هنا اللي من فوق بالأحمر تمام وبعدين شيث وبعدين بيبتدي يتسلسل لحد ما يوصل لنوح وبعد نوح بيوصل لإبراهيم وبعد إبراهيم بيوصل لداود ومن داود عائلة داود بيبقى فيه فرعين فرع للسيدة العذراء مريم اللي هو بالأزرق واللون التاني ده ليوسف الصديق عشان كده لما نقرأ في أنساب المسيح في متة وفي لؤة نلاقي فيه أسماء مختلفة لأن في متة بيتكلم عن نسب يوسف الصديق الناس للملوكي الناس للملوكي وفي لؤة بيتكلم عن ناس السيدة العذراء مريم وبيرجع لآدم وبيرجع لآدم تمام لأنه كله في النهاية لازم يرجع لآدم فالمشكلة بقى زي ما حضرتك قلت أنهم بيهجموا خلق المتميز لآدم على صورة الله وشبهه وبيقول نحن جينا من جد تخيلي أعظم فرع تفرع للأرود والناس نيس وفرع تفرع للإنسان فالهجوم شارس جدا وعلى فكرة ده ملوكي أساس علمي ده موضوعات كبيرة ملوكي غير منطقي وصورف التعبير يعني مع كل احترامة نوع من الغباء للأسف ده حتى داروين اللي هو بيتكلم عن نشو الارتقاء أو أكتر واحد عمل انتشار لهذه الفكرة بيقول إزاي أسدى أن عقلي الحالي البشري يحكم على أي حاجة صح لأنه لو هو متطور من إرد ما كانش عنده مورال ستاندرز ما عندوش أخلاقيات وما عندوش قدرة على التفكير إزاي أنا أسدى أن ده مصدر عقلي اللي بيديني القرارات في الوقت الحالي أنا عندي الكوتيشن ده الاختباس ده من مراسلات بتاعة داروين فاللي عايز أقوله أني نسب المسيح وجود آدم ده شيء مهم جدا 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 لأنه من غيره هتنهار كل فكرة الخلاص لأنه إحنا سقطنا في آدم ونحتاج أن نعود مرة تانية في المسيح فتعالي أوريك في الرسولة اللي بعدها لو قلنا أني آدم متافور يعني رمزي مجرد رمزي أو مجازي وأنه ناس يقولك ده مجموعة بشرية وناس يقولك حاجة غريبة الحقيقة نزار يقولك أنه واحد من الأرود المتقدمة الرب كلمه ومن لحظة ما كلمه أصبح آدم فهو نايم على أساس أنه إرد تاني يوم بقى إنسان شيء غير منطقي وغير علمي بالمرة يرسب ضعف إلى الله بالضبط ومالوش أساس علمي ده عبارة عن افتراضات غير منطقية من الأساس وبعدين لازم حواء تزعر في نفس الوقت عشان يبقى فيه أسرة ويبقى فيه خلف يعني كل الحكاية فيها مشاكل علمية لانهائية فلو آدم شخصية اعتبارية يبقى ابنه شيث شخصية اعتبارية يبقى نوح شخصية اعتبارية يبقى إبراهيم شخصية اعتبارية يبقى داوت شخصية اعتبارية يبقى المسيح شخصية اعتبارية وبهذا ننكر طبعا اللهوت وننكر وحي الكتاب المقدس وطبعا الحبل على الجرى لكن السؤالة نتكلم عن آدم بالنسبة لنا كمسيحيين إيه الأدلة اللي ممكن نعطيها أو نقدمها للي بيسألونا عن شخصية آدم إنه هو مش شخصية وهمية أو شخصية اعتبارية آه اللي بنقدمه هو إنه آدم كرأس البشرية فيه 46 كروموسوم في الخلايا بتاعته وإحنا عندنا 46 كروموسوم فكل النسل البشري مكون من هذا وأنا بدرس أحياء زمان خالص في سنوي كان يقولون فيه الجنس القوقازي والمنغولي والزينجي والحاجات دي كلها عملوا حاجة اسمها مابينج للهومان جينوم يعني عملوا الخريطة الجينية بتاعت كل المجموعات البشرية من كل مناطق العالم والعلماء دول ما لهمش علاقة بالإيمان المسيحي بالمرة في سنة 2000 طلعوا بالقرار وقالوا كلنا جنس واحد ون ريس بالزبط اللي يحكي عنه الكتاب قلت له شكرا أنا أعرف كده من تكوين أصحح واحد ومن أعمال 17 طبعا طبعا بس اللي قصدي أقوله أنه هم عملوا الخريطة الجينية لكل المجموعات البشرية ووصلوا لاستنتاج اللي الكتاب المقدس قال عليه من زمان وهو أننا كلنا جنس واحد ودي اسمها مجموعات بشرية ما فيش حاجة اسمها أجناس فده أحد الأدلة العلمية اللي نقدمها لشخص بيتشكك في أني آدم شخصية حقيقية أنت كطبيب أنا عاوز أسألك دلوقتي أنت عارف هو أكتر المشكلة في الغرب يعني اليوم تعارف فكرة التحول الجنسي وبحاول يقنعونا أنه يعني داء يعني جنس وكذا ومخلوق وحتى صار لهم كنايس وإلهم مجتمعات وإلهم إلى آخره فإزاي يعني كيف ممكن نرد على هذا التساؤل أنا عارف أنه الله خلق ذكر خلق أنت ولكن اليوم بحاول يعلم أولادنا وبناتنا في المدارس للأسف أن هذا شيء طبيعي لا هو مش طبيعي أبدا لأنه ترجع للجينات فالأنثى فيها حاجة اسمها XX والذكر XY وده في كل البلايين الخلال جوانا فدي ما نقدرش نغيره حتى لو عطوا الهرمون سابريسورس دولة الهرمونات اللي بتوقف مثلا اللي بيتحول سواء رجل أو ذكر أو أنثى أو أنثى لرجل ده ما تتغيرش محدش يقدر يغيرها دي جوه الكروموسومات جوه الجينات دي ما تتغيرش في بعض الحاجات الخلقية نتيجة دخول الخطيئة إلى العالم طبعا فيها تشوهات جنسية بس دي نسبة صغيرة جدا 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 ومش دولة المتحولين جنسيا مش هما دول يعني ده طبيعي خلق طبيعي زي واحد بيخلق في عاها أو في مشفل دي اسمها ميوتيشن يعني التفارات مش مفيدة فده موجود لكن دي كمية صغيرة قوي مش هما دول المتحولين جنسيا المتحولين جنسيا بيبقوا هما يقولك أنا عايز أبقى ذكر أو أنا عايز أبقى أنثى في غير الجسم بتاعه ويحاول يوقف الهرمونات والأمور دي كلها وتكون النتيجة أنه بعد سنين عايز يرجع ما يقدرش يرجع بقى وعمل مشاكل نفسية كتير أو مشاكل صعبة أي حد عنده مشكلة من كده لازم نتعاطف معاه ونتفاهم معاه ونقدم له الحق الكتابي اللي يقدر يحررنا من الأفكار المشوشة الملخبطة اللي تتعب الناس الموضوع شيق جدا خلينا أخذ بس يعني هيك زي فاصل بحب أشجع كل المشاهدين إذا عندك أي سؤال ومثل ما ذكر دكتور ناجي اسكندر أنه هو على استعداد ونبعد حتى الأسئلة أنه يجاوب عليها وإحنا عملنا هذا الشيء في الماضي معاه مشكورا شكرا فمش عاوزين نترك أي تساؤل أو في يعني بدور في ذهنك أفكار معينة تواصل معنا إما عن طريق الهاتف أو فيك تتواصل عن طريق السوشال ميديا يعني في وسائل كتير تتواصل معنا أنا بشجعك بشجعك لأن هذا موضوع مهم مش بس لإلنا بيتعلق بالخلاص وبالأبدي ولكن مهم جدا لأولادنا وللأجيال القادمة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثنا في هذه الحلقة أسئلة من سفر التكوين هو حقيقة هو أكم سؤال في البداية لنحتاج إلى حلقات كثيرة ولكن يعني مشكور جداً دكتور ناجي اسكندر معنا حتى يجيب عن هذه الأسئلة طبعاً أنت تكلمت عن البدايات وتكلمت عطيتنا هيك زي تشارت يعني للأزمن من الخلق للإكتمال يعني سبع حقب وكانت يعني فعلاً دراسة جميلة جداً وتكلمنا عن آدم أنه شخصية حقيقية ولكن يعني بالأمور التي تكلمنا عنها خليني أجمع بفكرين وإنت تشاركنا فيهم ماذا يقول العالم أو أي فكر الناس بشكل عام ومن ناحية تاني أي فكر الكتاب في كل هذه الموضوعات التي حكينا عنها ده مقارنة جميلة جداً ومحتاجين نفهمها كويس لأن لازم نعرف العالم بيقول إيه عشان نقدر نرد عليه بكل حكمة وبكل وداع مستعدين لمجابة كل من يسأل وخد وقتك يا دكتور أنا معاك عايز على الشاشة نوريكم واحد اسمه فرانك زيندلر ده راجل ملحد امريكاني جبير أوي وفي حوار على الشاشة بيقول إيه بيقول عصف علم الأحياء بالمسيحية يعني علم الأحياء اللي بيقوله النشوء والارتقاء ده نشوء الارتقاء معناقي يعني الحياة نشأت من تفاعلات كيموية وارتقط يعني ابتدت تتطور وتعلى في السلم الحال اللي احنا موجدين فيها بالزبط تمام فبيقول إيه عصف علم الأحياء بالمسيحية إمتى عندما اكتشف التطور البيولوجي اللي هو التفاعلات اللي قلنا على هذه بيقول سقطت الاسطورة المركزية للمسيحية يعني الأساس بتاع المسيحية ده وقع بعد ما عرفنا إيه إن آدم وحواء لم يكناش أخصين حقيقيين وهو ده الافتراض اللي بيقولوه إن إحنا جينا من جد تخيولي أعظم وفرع تفرع للأرود ونسانيس وفرع تفرع للإنسان فما فيش آدم تمام في تطور فبيقول بها شوية حاجات مهمة أوي لازم نفهمها عشان نفهم العالم بيقول لنا إيه يا أسيس نزار بيقول إذا كان آدم وحواء لم يجد في الأصل فلا شيء اسمه الخطيئة الأصلية يبقى لغى تكوين أصحح ثلاثة تمام بتاع الخطيئة ولغى آدم ولغى آدم ولغى السقوط ولغى حواء ولغى تجربة الشيطان ليهم ولغى أنهم سدقوا كذبة الشيطان وكذبوا الله المنزه عن الكذب لغى كل ده بأنه يلغي آدم وحواء شفت قد إيه الخطورة بعد كي يقول إيه إذا لم تكن هناك خطيئة أصلية فلا حاجة إلى خلاص الرجل مغلتش وقال لك بقى إذا لم تكن هناك حاجة إلى خلاص فلا حاجة إلى مخلص شف قد إيه الهدم بقى في الأساس المسيحي بيقول بقى في رأيه وأنا أرى اللي هو فرانك زيندلر ده وأنا أرى أن هذا يضع المسيح سواء كان شخصية تاريخية أو غيرها يعني حتى مش مسدى إن المسيح جيه مع أن كل يوم ما نكتب تاريخنا ده التاريخ الميلادي من مجيء المسيح من أكتر شخصية مشهورة وموثقة تاريخيا بالزبط وهو عايز يلغيها شف قد إيه لما نبعد سنة بنبعد كتير الكتاب بتكلم عن العلم الكاذب بالزبط وده فعلا لأنه ما لهش أي أساس من الكلام بيقول يضع المسيح بقى في صفوف العاطلين ما لهش شغلانة احنا مش محتاجين مخلص وهو ما فيش خطية ما فيش آدم ما فيش حواء ما فيش رأس للبشرين شف قد إيه بيقبرها كأنه مسرحية بالزبط كده ونعيش بالتفاعلات الكيميائية ونموت وخلاص وانتهينا تخيل شف قد إيه لما نهدم حق من الحقوق الكتابية الواضحة قد إيه كل حاجة بتنهار أو بنتنازل أو منساير أو نتهادن حتى ولا في شيء صغير بالزبط وبعد ذلك كله مالوش أساس علمي طبعا أنا محتاج أخد ساعة كاملة عشان أفنت كل ده بالتفصيل العلمي مالوش أي أساس علمي فبيقول أن النشوق والارتقاء يدق نقوس الموت للمسيحية شفت قد إيه خطورة أني إحنا نقبل أفكار العالم من غير ما ندرسها ومن غير ما نفندها امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن أنا ما بقولش ما ندرس النظريات دي أنا درستها وبازلت مجود كبير فيها قوي ندرسها ونشوف بيقولوا إيه بس اللي بيقولوا مش صح ولازم نحط أدلة علمية تثبت أنه مش صح على فكرة في المدارس بيدرسوا دي للأسف كحقيقة ودايما النصيحة اللي بقولها يا أسيس نزار للطلبة في المدارس في الامتحانات اكتبوا اللي في الكتاب قولوا يقول علماء إن شوقوا الارتقاء ورص اللي بيقولوا عشان تنجح وتعدي لكن في نفس الوقت لازم يكون عندنا الكريتكالفينكي البصيرة إن احنا نشوف إن الكلام ده مش واقف على أسس علمية مظبوطة فعايز أوريك حضرتك قلتلي إيه اللي بيقوله العالم وإيه اللي بيقوله الكتاب المقدس ففي الصورة اللي قدامنا هنشوف حاجة مهمة قوي تبتدي في الجزء الأزرق اللي فوق ده بتبتدي بالانفجار العظيم بيقولك إيه إن العالم الكون ده كله تكون من تمدد كبير للمادة زمان كانوا فاكرين إنه الكون ده ثابت لحد ما جاء واحد اسمه إدوين هابل عمل هابل تيليسكوب يبص فيه على الفضاء لقى النجوم والأجرام بتبعد عن بعض فقال لك يبقى ضروري بدأوا في نقطة واحدة فسموا النقطة دي السنجلاريتي النقطة المتفردة دي النقطة المتفردة دي فيها إيه فيها المادة والطاقة ما فيش زمن وما فيش مساحة تمام النقطة دي لما يكون المادة والطاقة مركزة كده قوانين الطبيعة ما تشتغلش ده الناس بتوع الهوكينجز ستيفن هوكينز والناس بتوع يعني بقولوا في البدء كان الطاقة بالزبط أو المادة دي برضو مين أوجدها ما يعرفوش يجيبوه بس حتى المادة دي عشان تتمدد قوانين الطبيعة اللي نعرفها دلوقتي ما تخليهاش تتمدد فبيقولوا محتاجة معجزة بس هما مش بيؤمنوا بالمعجزات لأنه مش بيؤمنوا بالله اللي هو خارج الزمن ويقدر يعمل حاجات معجزية فبدايتها فيها مشكلة والاستمراريتها فيها مشكلة لأن الغازات دي لما تتمدد تعمل غازات عشان تخليها تعمل نجوم تتكبس على بعضها دي محتاجة نظام تاني خالص قوة تانية فبيقولك أني مشكلة حتى مش عارفين النجوم تكونت إزاي لكن ده اللي بيدرس على أساس ده العلم وهو ده كده وده اللي حصل مش ده اللي حصل فبيقولك أني أول ما قالوا على الانفجار العظيم ده قالك أنه من حوالي خمستاشر بليون لعشرين بليون سنة شوف حتى التقديرات واسعة زي البليون ألف مليون نعم تمام جمد الوقت بيقوله هو 13.8 من 10 بليون سنة فكانوا غلطانين في واحد واثنين من 10 بليون سنة كان دي فكة يعني فعايز أقول أن دي افتراضات وعلينا ندرس الافتراض ونشوف النظرية بتقول إيه ونشوف فين المشاكل اللي فيها عارف يا سيس نظار كنت مرة في محاضرة وواحد بيتكلم عن الانفجار العظيم من ناسا وراجل عظيم قوي فقلت له على شوية المشاكل فقال لي آه احنا عارفين إن فيها مشاكل بس إيه البديل فواحد من الفيزيائيين قال يعني عايزني أؤمن بالخليقة يعني بتقوله آه هو ده اللي محتاجين نؤمن به إن الله اللي خارج الزمن والمطلق الحرية والقوة والقدرة وهو مصدر الحياة هو العمل الكون ده منطقي عن إني أقول الانفجار العظيم وبعدين بنكمل في الانفجار العظيم عملت الأجرام السماوية من 10 إلى 12 بليون سنة والشمس من خمسة ونصف بليون سنة والأرض من 4 و 6 من 10 مرات بيقوله خمسة من 10 بليون سنة وبعدين بيقولك الحياة نشأت في المية وبعدين طلعت لبرة وبعدين تكلمت الزواحف الأول برمئيات وبعدين زواحف وبعدين الزواحف طارت يعني بيقوله الديناصورات هي من الزواحف ده هم أصل الطيور ودي قضية تاني تحتاج ساعة عشان نشرحها وبعدين اتكون دبابات الأرض ومنها الأرود وبعدين جاء الإنسان في القمة فده اللي العالم بيقدمه لنا وهل فيه بعد الإنسان فيه تطور أكتر؟ الله أعلم بقى هما ما يبونيش بالله طبعا لكن مش عارفين بس عشان أوضح شيء على فكرة دكتور ناجس كاندر عمل كتاب بعنوان الخليقة تحت المجهر مزبوط مزبوط وأعتقد موجود في مصر في المكتبات الكنيسة الأرثولوكسية كنيسة المرؤوسية المرؤوسية بس ولا لا وبعض المكتبات الأخرى بس إنه مشكلة نخاوز مع الكنيسة الأرثولوكسية بس هو الفكرة أنه يمكن خلصة الطبع الأولى منه وعملنا نسخة تاني بالإنجليزي بس لسه التوزيع طيب المصريين محظوظين فلو عاوز النسخة فيك تروح يعني تطلب هذه النسخة بتعطيك كمان توضيح موسع أكتر يعني كتاب كتير كتير حلو بنصح كل شخص يقتني نسخة من هذا الكتاب صورة أنا عطلتك وآه فضل لهم يقولوا خلينا في البركة مش في قلتها زي ما بيقولوا نعم ففي جزء السفلي من الصورة قدامنا بنبتدي بالخلق والخلق ده عمل معجزي نعم عمله الله محدش يقدر يعمله غير الله قال فكان هو أمر فصار فصار والخلق طبعا بتفصيلاته مش هنقدر ندخل فيه بالتفصيل بعد كده الخطية والموت اللي دخلوا للعالم لأن الله أعطى آدم وحواء حرية الإرادة وهم بإرادتهم كسروا وصية الرب ناس كتيرة بتسألني يا سيس نزار ليه ربنا حط شجرة معرفة الخير والشر عشان يبقى فيه اختيار لأنه لو ما فيش عندي فرصة أني أعصى الرب يبقى أنا ما عنديش إرادة فالرب أعطى الإرادة وعطاهم التعليمات وخلق الإنسان كامل بالضبط يعني عنده إرادة وعنده عقل وعنده فكر وعنده تمييز وبيقدر يعمل قرار بالضبط وكان متقدم ربط مش عرأس متحركة بالضبط وبعد كده فيه التوفان العالمي اللي أثر على طبقات الأرض والحفريات وتاريخ الديناسورات وكل الأمور دي نقدر نفهمها من التوفان العالمي اللي كسر القشرة الأرضية يعني كل الكونتنانس اللي هو القارات كانت متجمعة في حاجة اسمها البنجية وبعدها بتدت تفك عن بعضها حتى العلماء الجيولوجي الغير مؤمنين بيؤمنوا بالفكرة دي إنه كانت قطعة واحدة واحدة وبتدت تتكسر تتكسر وصار فيه البحار بالضبط هو الرب في أصحح واحد من سفر التكوين في اليوم الثالث أمر ليابسة أن تظهر ومجتمع المياه دعاه بحارا وبعدها في التوفان بقى اتكسرت القشرة الأرضية دي وعملت القارات فلما تيجي فإحنا بنؤمن أن حصل هذا الانفجار الكبير بتاع التوفان نوح لأن ينابيع الغمر العظيم انفجرت وكسرت القشرة الأرضية والتكتينيك بليتس دي لسه بتتحرك دلوقتي يعني وإحنا قاعدين في الستوديو هي بتتحرك حوالي خمسة لعشرة سنتي في السنة واو فالكروة لسه بتتحرك بتتحرك يعني بتبعد ولا بتقرب بتبعد بتبعد في اتجاهات مختلفة تبع القوى اللي بتحركها فانت لو بصيت على أمريكا الجنوبية وعلى أفريقيا تلاقي انك تقدر تركبهم على بعض وده صحيح دي التكتونيك بليتس فلو قاسوا المسافة مثلا خمسة الاف كيلو متر مثلا وإحنا بنتحرك من خمسة لعشرة سنتي في السنة يقسموا ده على ده يبقى محتاج ملايين السنين عشان نفك من بعض هم نقول في توفان نوح حصل الفكة الكبيرة عن بعضهم وبعدين بنتحرك ببط إيه الإثبات 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 إن فيه حاجة اسمها كاتاستروفك جيولوجي وحاجة اسمها يونيفر ماتيريان جيولوجي يعني إيه الكاتاستروفك اللي بيعتمد على الكارثة ولما حصل السونامي في جنوب شرق آسيا فيه حاجات تتحركت في ظرف ساعات فالتحرك يعتمد على الطاقة اللي حركته مش على الزمن وطبعا فيه إثباتات تاني كتير قوي بقى البليتس والذات حركت فوق بعض وعضايا تاني جميلة جدا ففيه إثبات علمي للكلام اللي احنا بنقوله ده فإحنا بنؤمن بالجيولوجيا الكارثية هم بيؤمنوا بالوتيرة الواحدة نفس المعدلات اللي احنا بنشوفها دلوقتي هي اللي حصلت في الماضي وبيرفضوا طفال نوح يقول لك علينا ندرس الجيولوجيا كما لو أن كل كتابات موسى لم تكن مكتوبة أوكي لأنه في عنا بالصحراء في الجنوب منطقة دانما بيستخدموا الاستلاح اللي هو فيه كريتر كبير زي شق كبير وفيه هيك ألوان تآكلات وهي التآكلات دائما بيحاولوا لما بتروح مع تور جايد بيقول لك هاي ملايين ومليارات سنين طب إزاي نفسر ده أنا الحقيقة رحت الجراند كانيون اللي هو الأخدود العظيم وقضينا أسبوع مع علماء بتوع جيولوجيا وعلماء في الكتاب المقدس ودرسنا الطبقات دي الطبقات دي ممكن تكون بسرعة رهيبة جدا تعتمد على المية اللي جاية وتوزيع الجزيئات بقى حجمها المختلفة والألوان دي نتيجة أوكسيديشن يعني فيه حاجات بتتأكسد فتاخد الألوان دي ففيه طبعا إجابة كاملة على سؤال حضرتك بس هي إجابة طويلة جدا لكن فيه تفسير بالجيولوجيا الكارثية دي عن وجود الطبقات بالألوان المختلفة دي فمثلا في الخدود العظيم فيه جبال بألوان مختلفة وفيه نهر الكولورادو بيعدي فيهم فيقول لك أن النهر هو اللي شأ هذه الجبال ما فيش قوة في هذا النهر أنها تشؤ الجبال الجبال دي تكونت والنهر جري فيها فاحنا بنشوف نفس الظاهرة بس طريقة تفسيرنا مختلفة نرجع لموضوعنا ماذا يقول عالم ماذا يقول الكتاب المقدس طبعا التفان وبعد كده برج بابل وبعد توزيع البشر وتعداد البشر والكلام ده نقدر نفسره من كلمة الله الصديقة والكلمة طبعا بتوضح هذه الأمور بشكل حتمية ومثل ما ذكرت أن الكتاب المقدس يعني كتب على فترة 1500 كتب الكتاب المقدس على فترة 1500 سنة من 40 كاتب وكل كاتب يختلف عن الآخر من الملك للراعي وفي فترات وحقب وفي ظروف تاريخية سياسية اجتماعية كلها بتختلف ولكن رسالة واحدة في الكتاب المقدس وبتركز على المحور على المركزية هو شخص الرب يسوع المسيح اللي أنت فسرتها بالحقب التاريخية سواء من البداية كل الغرض هو مجيء يسوع المسيح ما قبل المسيح وما بعد المسيح هو أنا يعني الحل الأمثل والأكمل والأشمل يعني بالنسبة لنا كمسيحيين بالضبط وهو ده وسيلة الخلاص عشان أرجع تاني في العلاقة مع الله والشركة مع الله لازم تمن الخطيئة الدفع وتمن الخطيئة موت ما هوش أعمال صالحة فالتمن ده محدش يقدر تفعى غراء الله طيب أنا عاوز أسأل سؤال تاني طبعا كتير ناس تتكلم عن الحضارات المتعددة المختلفة قديما وأن الكتاب المقدس مش عم بيعطي أفكار جديدة منسمي أفكار بيتي اللي أصلا كانت في حضارة السومريين القدماء أو الأكاديين وهو إلى آخر يعني فإيه الجديد اللي جابه الكتاب المقدس أو السؤال الأكبر أنه موسى هل موسى فعلا أخذ من هذه الحضارات وحطها في الكتاب المقدس آه تمام ده سؤال في منتهى الأهمية لأنه الحضارة السومرية فيه واحد اسم مجل جامش كتب عن الطفان ووصف الطفان ده أنه هو مدته أسبوع وأن الطفان ده حصل لنتيجة الأليهة بتتخانق مع بعض ولأن صوت البشر عيلي قوي فدايقهم فجابوا الطفان الطفان موضع موضع محلي مش عالمي طبعا ده يعني خرافات مصنعة يعني ما هياش بس كتاباته في تاريخها تسبق كتابات موسى فقال لك موسى لما كتب عن الطفان أخذ من جل جامش تعال بقى نشوف جل جامش عمل إيه قال لك الفلك كان مكعب متين زراعة في متين في متين مكعب شكل مكعب عايز أوريك الشكل ده دلوقتي على الشاشة شكلك بتحب الصور يا دكتور لأنه بتقرب لنا الفكرة طبعا الصورة إتس وورث أميليون وورد يعني عن ألف كلمة بالزبط فالشكل ده أحد الأشكال المقترحة يعني للفلك بتاع جل جامش موجود دلوقتي على الشاشة مكعب مكعب فعملوا حاجة اسمها الدراسة الكورية في سنة 1992 ودولا مهندسين بحريين ما لهمش علاقة بالإيمان المسيحي حطوا هذا النموذج بتاع المكعب في أمواج عالية فلاقوا أن المكعب يفضل يتقلب 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 وكل الكائنات اللي جواه تموت حطوا النموذج بتاع فلك نوح اللي هو 300 زراع في 50 زراع في 30 زراع ارتفاع الزراع حوالي نصف متر لقوا أن ده يدي أكتر أكتر ثبات وأن الكائنات اللي جواه تقدر تعيش فموسى كتب عن الوصف بتاع الفلك بعد جل جامش كلنا متفقين على ذلك جل جامش كتب كلام غلط وموسى كتب كلام صح يبقى مين نائل من مين في أكتر من 200 قصة للتوفان في العالم وفي تواتر يعني الناس تتكلم حدث عالمي لابد أن الناس تتكلم عنه طبعا اللي حصل إيه بقى أنه بعد برج بابل الناس خرجت بأحداث الطفان في مخاهل أحداث الحقيقية وأقلمتها على البيئات المختلفة اللي اتنقلوا لها والآلهة بتاعتها بالزبط وحتى في الحتة اللي سموها لاند لاكي يعني حتة مفاش بحار حواليها برضو بكلمة عن طفان ومية فده كله من مصدره من برج بابل وتوزيع البشر وابتدوا بقى يحطوا أفكارهم هما مش الوحي الإلهي فنشوف أن موسى كتب بدقة وموسى كتب بصدق لأنه ده من الله يعني بالنسبة لنا يعني أكتر من 3500 سنة موسى كتب والأحداث للطفانية كانت قبل موسى حوالي 4500 سنة دلوقتي يعني فإحنا متكلم أنه موسى كتب بالوحي بالروح القدس فهذا الأزبط يعني طبعا طبعا وموسى قضى وقت مع الرب على الجبل عشان يؤكد له الحقائق اللي بيكتبها والوحي المقدس الروح القدس اللي بيسوق اللي بيعرفنا بقى الكتب اللي بيقوله موسى هو اللي يمشي مع العلم التطبيقي اللي بيقوله جل جامش ما يمشيش فيبقى جل جامش برغم أنه تاريخه في كتابته قبل موسى لا يعني بالمرة لأنه كانت القصة قبل قبل الاتنين أيوة قبل جل جامش بالزبط بس موسى حط الصح من الوحي المقدس بالزبط وجل جامش حط الأخبار بتاع البشر خاليها تتخير بالزبط المكعب إذا أنت بتحطه في نهر مي جاري هيضم له يقلب يقلب يعني يقلب صح بالزبط كده والحيوانات كلها هتقلب معاي بالزبط كله هيموت لأنه دي فيه أمواج عالية جدا لكن بالنسبة لفلك نوح ثابت يعني التوازن بتاعه وحتى السمك الخشب بالزبط اللي بيتكلم عنه متداخل فبعد بالزبط فهو ثابت يعني بالزبط وحتى الرب قال له من القضايا التانية أنه تدهنوا بالقار من الخارج والداخل عشان ما هي ما تتسربش نعم فناس قالوا لك طب القار ده من منتجات البترول هو كان عنده مصانع بترول عشان تطلع له القار لا القار ده عبارة عن نوع من السمغ بيطلع على الشجر ويقدر يجنيه ويقدر يغطي به هذا الفلك وريدك رأيي نعم الناس الايكيو تبعها كان أعلى من بتاعنا اليوم احنا اليوم نعتمد على الداتا طبع علم على علم على كدو توصلنا اليوم واليوم حتى نسينا كل حاجة صارنا نعتمد على الموبايل دلوقتي حاجة على طول نفوت على مستر جوجل حتى ناخد المعلومة فعلا تدرس المصريين القدماء والحضرات الهائلة العريقة يعني كان عندهم مخ طبعا عرضوا كيلو متر وعارف الكتاب المقدس بيؤكد كده في تكوين أربعة نسل قيين بنوا مدينة عشان تبني مدينة لازم تفهم هندسة ومعادن وحاجات كتيرة وكان فيه رعاة الأغنام عارفين إزاي يعملوا بريدنج ويعملوا الأغنام وبعاين كان فيه حاجة بقى مهمة قوي إنهم بيقدروا يمسكوا السبائك يفصلوا النحاس عن الحديد ودي عملية معقدة جدا كل صانع آلة بالمعادن فالكتاب المقدس بيورينا الإنسان الأول كان متقدم جدا مش عايش بمغارة أو كهف لا 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 الكهف ده للأمان وللحماية لكنه مش معناه أنه متخلف وهذا بيقودني للسؤال معلش أنا عم بلط بأسئلة كتيرة أوي أوي تفضل عايزين نعسرك يا دكتور أوي أهلا يعني طبعا تعرف اليوم في كتير هجوم على شخصية آدم إنه ما هواش الإنسان الأول ليه إحنا من آمن إنه آدم هو الإنسان الأول اللي الله خلقه لأنه هو يمثل رأس الخليق رأس البشرية فإحنا كنا ممثلين في آدم حتى في وقت السقوط بتاعه لأنه الموت اللي رب قال إنه موتا تموت ليه تجاهين موت رأسي انفصال عن الله موت جسدي حصل في حياة آدم بعد 930 سنة فالفكرة إنه مهم أوي ننتمي إلى آدم الأول كجنس بشري وحتى زي ما قلنا الخريطة الجينية بتؤكد إن إحنا بننتمي إلى آدم علشان في آدم سقطنا في المسيح سنحيا فمهم أوي ارتبطنا في التناغم بالزبط آدم الأول وآدم الأخير وده حاجة في منتهى الأهمية وطبعا عدا عن الأدلة العديدة بالنسبة لأنه آدم أنا بتكلم ناحية الكتاب المقدس أيوة يعني ما فيش أي دليل اللي بتقول إنه كان فيه إنسان قبل آدم لا يمكن وحتى لما سمى حواء لأنها أم كل حي فما فيش حد قبليها مش عارف كيف في الوقت راح يا دكتور احنا المفروض كمان نحكي شوي عن السقوط إذا بديقتين تقدر أو تلت دقائق السقوط والخلاص لأنه عاوزين نوصل رسالة طبعا طبعا لما الرب أعطى حرية الإرادة لآدم وحواء لهم رأس الخليقة البشرية كانت النتيجة أنهم صدقوا كذبة الشيطان إنهم متكونان مثل الله وابتدى الشيطان يحط الشك أحقا قال الله ولزال بيستخدم سلاح الشك دلوقتي في حياتنا للأسف هم سمعوا لفكر الشيطان ورفضوا الله الصادق فكانت النتيجة السقوط السقوط لي عواقب إنهم انفصلوا عن الله عرفوا إنهم عريانين في مشاكل حصلت للبيئة والحياة والأرض تلعنت على فكرة آدم ما تلعنش ولا حواء لأنهم مباركين من الله لكن الأرض هي اللي تلعنت كانت النتيجة بعرق جبينك تأكل خبزك والموت دخل للعالم فحاجة مروعة لكن الشيء الجميل هنا في أصحح 3 عدد 15 من سفر التكوين بيتكلم عن إن نسل المرأة سيسحق رأس الحية لها الشيطان وده اللي حصل في الصليب الرب يسوع لما مات وقام من الأموات عشان الموت ما يكونش عليه سلطان عليه وهو ذاق الموت بالنيابة عننا ففرصتنا إن إحنا نعرف الرب ونعيش في الحياة طبعاً مثل ما حكينا عدة مرات أنا وياك دكتور ناجي إنه هذه إرساليتك يعني أنت تركت الطب وتركت كل حاجة وعم بتقول لي إنه هذه هي إرساليتك وبما إنه هاي إرساليتك وإحنا نحاول نحط كل التاريخ بنص دقيقة إذا عاوز توصل لرسالة أو دقيقة رسالة إنه دي فرصتك يا أخي ويا أختي اللي بتشاهدونا إنك تعرف الرب وتعيش في الحياة وتعيش في الانتصار بدل الخطيئة والموت اللي بتأثر علينا والحل والعلاج التوبة والإيمان بالرب المخلص آمين 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 ربنا يباركك دكتور ناجي وربنا يستخدمك أكتر كان نفسنا إنه يكون معنا حلقات في هذا الموضوع أكتر ولكن إلنا لقاءات أخرى وانا عارف إنه في فترة وجودك رح يكون عندك خدمات رب يستخدمك ويباركك وتوصل الحق الإلهي الحق الكتابي لكل من يسمعك أو يشاهدك كان موضوع كبير أحبائي ولكن الكتاب المقدس بيتكلم عن حتمية الخلق بيتكلم عن حتمية السقوط بيتكلم عن حتمية الخلاص مجيء المخلص وهذا الشيء الجميل في الكتاب المقدس مش قصص مبعثرة وأفكار هنا وهناك غير متناصقة غير منسجمة مع أحدها الآخر ولكن مخطط إلهي من التكوين من السقوط الله وعد بمجيء الفادي وفعلا في ملء الزمان أرسل الله ابنه الكيفية مولودا من امرأة جاء للقديسة المطوبة مريم العذراء في مدينة الناصرة وقال لها عندما قالت له كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب وقال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدس المولود منك يدعى ابن الله وهي قصة البشرية والرب جاء حتى يسترد الصورة حتى يعطينا الغفران والخلاص الكامل ويكون إلنا حياة أبدية معاه في كل حين لأن فيه كانت الحياة كما أن الناس في آدم يعني أخطأ الجميع واجتاز الموت إلى الجميع كذلك في شخصية يسوع المسيح في حياة في خلاص في استرداد وفي حياة أبدية وفي يوم من الأيام عندما يرجع المسيح ثانية كل هذه اللعنات اللي على الأرض ستعتق الخليقة كلها ولكن مهم السؤال الأهم ما هو موقفك من يسوع المسيح ما هي علاقتك بيسوع المسيح وكرر الدعوة مع الدكتور ناجي توب وآمن بالرب يسوع المسيح على فكرة دايماً منحب نسمع منك إذا محتاج لمساعدة روحية الرب يباركك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر